اشتركوا في القناة في الموجة الثانية له ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر قائلا الحمد لله بوستيف كوفيد تسعتاشر وتفاعل المتابعين مع اللاعب داعين الله له بالشفاء العجل واعلن منذ قليل علي جبر لاعب فريق بيرامدز عن اصابته بفيروس كورونا وعزل نفسه في منزله بمجرد اعلان ايجابية مسحته وطالك محمد شريف مع انبي هذا الموسم وكان هدفا مميزا ما جعل الفريق البترولي يتقدم بعرض رسمي الى الاهلي لتجديد اعارته في الوقت الذي ترددت فيه انباء عن توقيع لفريق بيرامدز لكن اللاعب خرج ونفى كل هذا مؤكدا ولائه للقلعة الحمراء والنادي الاهلي ونجح محمد شريف في تسجيل 14 هدفا مع انبي في الموسم الجاري جعلوه منافسا قويا على لقب هداف الدوري الذي خطفه عبدالله السعيد برصيد 17 هدف بالاضافة الى التحاقي بمنتخب مصر ليسجل اول اهدافه الدولية مع الفراعنة في شباك توجو بزهاب التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم الافريقية محمد شريف مصاب بفيروس كورونا ربنا يا شفيك يا محمد وترجع للملاعب انت وجميع اللاعبين المصابين ياريت تدعولوا في التعليقات ولكل المرضى بإذن الله بالشفاء العجل وتدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة